نظمت القوات الجوية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن عرض الغردق الجوي والمقرر تنفيذه في نهاية الشهر الجاري بمنطقة سهل حشيش سيشهد العرض مشاركة فريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية وفريق الألعاب الجوية البريطاني السهام الحمراء وألقى المقدم طيار محمد رفعت من فريق الألعاب الجوية المصري كلمة أشار فيها إلى أهمية العرض الذي يسهم في تنشيط حركة السياحة بواحدة من أجمل المدن الساحلية معربا عن تقديره لفريق الألعاب الجوية البريطاني والذي يتمتع بصمعة راقية خلال مشاركته بمختلف العروض فيما أعرب العقيد مارك باينون الملحق العسكري البريطاني بمصر في كلمته عن ساعدته بالمشاركة موجهنا الشكر للقوات الجوية المصرية على توجيهها الدعوة لمشاركة الفريق البريطاني بالعرض بانطلاقة قوية بدأت وسط أقدم الحضارة وعلى سفح الأهرامة كان العرض الجوي الأول بيرامت إير شو عشرين اتنين وعشرين واستمرار للنجاحات ولأول مرة معاك وعلى الأراضي المصرية نقدم لكم العرض الجوي غرداء إير شو ألفين اتنين وعشرين بمدينة سهل حشيش بمشاركة فريق السهام الحمراء الإنجليزي وفريق النجوم الفضية المصري وقوات المظلات المصرية العرض الجوي غرداء إير شو عشرين اتنين وعشرين اللقاء الأول لفريق الألعاب الجوية البريطاني وفريق الألعاب الجوية المصري على الأراضي المصري اشتركوا في القناة